في ندوة صحفية قبل انطلاق المباراة الودية التي جمعت نادي برشلونة الإسباني مع نادي نيسا الفرنسي تحدث كل من الحارس الجديد في صفوف النادي الكتالوني مارك أندري تيرشتيغن وزميله جيريمي ماتيو عن التحاقهما بزملاء ميسي أقال كلاهما أنهما عازمان على البروز مع فريقهما الجديد تيرشتيغن قال إنه يود أن يكون الحارس الأساسي مع بداية الموسم الجديد لكن القرار الأول والأخير سيعود إلى المدرب الويسان ريكي وتحدث أيضا عن الحارس كلاوديو برافو الذي وصفه بالممتاز وبالتالي فإن المنافسة ستعود عليهم بالفائدة أما المدافع جيريمي ماتيو فقال إنه واثق من قدراته على اللاعب أساسيا وأنه لا يشعر بالضغط لأنه اعتاد على ذلك في فريقه السابق فالانسيا الإسباني